بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستطيع أن نتحدث عن سكروتال والآن سوف نتحدث عن سكروتام سكروتام بالفعل هي سكروتال التي تحتاج إلى محلطة محلطة مثل ما نقول أكيوت أبدومن نقول أكيوت سكروتام هي سكروتال محلطة محلطة تحتاج إلى محلطة أو محلطة ما هي السكروتال سكروتام؟ في الحقيقة الأهمية هي تستيكول ترسل ومع الأسفل أكيوت السكروتام أخرى السكروتال سكروتال سكروتال بلده في تستيكول سكروتال السكروتال وأContacted أو سكرنان سكروتال نوع 4. بلد في تستيكول المتصف نوع 5. سكرتال هماتومة نوع 6. تستيكول أبسس ونوع 7. تستيكول المتصف أو تستيكول المتصف أو تقدرون تقولون تستيكول المتصف اليوم سنحدث عن المثال الأفضل المتصفين من الأفضل المتصفين ثم تستيكول Online بالتصف نوع 6. تستيكول المتصف تستيكول المتصف whether العام 2. إسم ذهب عالا الكورد الزيجية أولاً الأولى الأسفل 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 هو تسكت المطفل للتستيس التي تسكت المطفل للتستيس أيضاً تسكت المطفل التسكت المطفل التسكية تسكيةabe تسكية ثم في موضوع الفاريكوسيل بس تخلهم في بالكم أنه البداية الخلية الأول كم الفاريكوسيل ثم الأول والثمان ثم الأول الواد خلص اللغض المواد خلص اللغض خلص ولصف الكثير لعمل خلاص القدام ويشجد أن اولاد خلص اللغض y التحلق إلى الثماني والدريس طبعاً الفاسدفرنس أيضاً يحتوي على بلد فيزلس التي يسمى بلد فيزلس أو بلد فيزلس إنها تحتوي بلد فيزلس وفين أكثر من هذه المشكلة، هناك تستيكولر للمفاتيك التي تنظر للمفاتيك من تستيكولر للمفاتيك من التستيكولر إلى الناس لذلك هذه المشكلة للمفاتيك موضوع التورشين ما هي تستيكولر تورشين؟ تستيكولر تورشين هي التوزنة من تستيكولر تستيكولر تورشين سوف تفتر التستيكولر في مكانة مما يؤدي إلى أنه ينفتل ينفتل فـ this testicular torsion will result in interruption of the blood supply مثل ما تشوفون this is the normal secretum this is the testis the epididymis and this is the spermatic cord وهاي اللي قلنا عنا اللي هي البلكسس of veins around the spermatic cord واللي فوق راح تتحد وتكوننا التستيكولر this is the case of testicular torsion مثل ما تشوفون التستيس كنفترت واللي نتج عنا انه صاغت نوت بالسبرماتيك كورد انبرم الاسبرماتيك كورد which will resulted in interruption of blood supply راح ينسد الارتري وينسد الفين مما يؤدي الى ischemia of the testis and epididymis in fact this torsion is one of the top emergencies in urologي احنا كاورولوجي we have a little number of emergencies one of them one of the most important emergencies is the testicular torsion because it is an ischemic insult to the testis that if not treated within a short time it will result in necrosis and gangrene of the testis طبعا الأكيوت testicular torsion مثل ما قلنا هو twisting of the blood vessels and interruption of blood supply يعني حتى نحكي بشكل مختصر what are the clinical manifestations of testicular torsion طبعا starting the talk we will mention who are the most liable to get torsion طبعا الage of the patient is usually the teenagers and early adults يعني ما بين 13 or 14 years of age الى حدود 24-23 this is the main age who are exposed to the risk of testicular torsion another less common age group is the newborn or the neonates are also liable for testicular torsion مع هذا any age can be exposed to torsion any age can get testicular torsion وحنا شايفين حالات عمره 70 سنة وصعير testicular torsion but as we say the main age group who are affected are the teenagers and early adults what are the triggers of the disease طبعا يجي المريض الهيستري ما لتو أو يجيبونه أهلو the history is a sudden severe pain triggered by either a jump or a jump from a height مثلا قفز من على حائط أو من على مكان عالية أو the history mentions that it has awakened the patient from sleep فالtriggers are either high jump قفزة عالية or during sleep إذا سرقوها during sleep أنه dreaming احتمال كنصار عنده فد حلم معين خلانه يتحرك فد حركة معينة أدت إلى التورشن what is the underlying condition that results in torsion إذا تذكرون حكينا على الكريمستريك مصل وقلنا أنه it is a spiral muscle لو لبيه مثل السبرينج الكونتراكشن مالا يرفع التستس إلى أعلى هذا الكونتراكشن راح يرافقه twisting of the testis in normal conditions this is under control يعني التستس راح تفتر تصعد شوية لفوق ومن يغوح الكونتراكشن يصير رلاكسيشن بالكريمستريك مصل راح ترجع التستس تنزل إلى مكانه الطبيعي في حالات التورشن there is an exaggerated contraction of the cremaster muscle يعني راح يصير كنتراكشن أكثر من الطبيعي مما يؤدي إلى spasm of the cremaster muscle and holding of the testis in the upper position مثل ما تشوفون the normal testis is longitudinal هي oval in shape and its normal lie is longitudinal من تفتر راح تنبرم وتتحول إلى transverse position وتكون أعلى من مكانه الطبيعي لأنه مرفوعة أو مسحوبة بالكريمستريك مصل طبعا هذا فيديو قصير ممكن أنه شوية يوضح الكلام مثل ما تشوفون this is the secretum this is the testis and the spermatic cord we are talking about the right side right spermatic cord this is the testis and these are the blood vessels of the right side testis and epididymis with the blood vessels of which are present in the spermatic cord this is the testicular artery now the torsion will occur there will be twisting of the testis as you see this is the twisting of the testis around the spermatic cord due to the effect of the cremaster muscle the testis has changed into a semi-transverse position with occlusion of the blood vessels and as you see the testis has been elevated from its normal position look at the normal one it has been elevated because of the contraction of the cremasteric muscle so as we said the presentation is usually after a jump or it may awaken the patient from sleep what are the clinical features of torsion the acute testicular torsion presents with a sudden severe agonizing unilateral pain felt in the scrotum and may radiate to the lower abdomen عيدة sudden severe agonizing unilateral pain felt in the scrotum and radiates to the lower abdomen the pain is an ischemic one and may be associated with nausea and vomiting it is one of the most severe types of pain because it is an ischemic pain مثل ما قنعت maybe associated with nausea and vomiting من نجي للهيستيري ما للمريض بالإضافة إلى held description of pain نشوف أنه المريض ما عنده سابقا history of associated urinary tract symptoms يعني نسأله عن dysuria عن الفريكونسي عن الارجنسي ما عنده any features of underlying or associated urinary tract infection because it has nothing to do the urinary system it is a pure testicular problem so the patient has usually no fever no dysuria and know any features of urinary tract infection we will find we will find that the testis is higher than its normal position and again it is in the transverse position so the testis is higher up and transverse in its lie and this is called angel sign angel a-n-g-e-l نسبة إلى الشخص اللي اكتشفه اسمه angel this is called angel's sign which is the higher position and transverse lie of the affected testis وأكيد هذا مثل ما ذكرنا because of the contraction of the cremasteric muscle also by inspection احنا عن نحكي على الانسبكشن بالإضافة إلى الانجل sign we find that there are no features of inflammation احنا قلنا ماكو انفلميشن هي it is an ischemic condition so there is no swelling at first and no redness نجي انشيك الكريمستر رفليكس الكريمستر رفليكس is almost always absent لأنه احنا ذكرنا أنه الكريمستر مصل في حالة سبازم and it is already contracted so الكريمستر رفليكس is almost always absent by palpation we will find that there is an extreme tenderness of the affected side extreme tenderness of the affected side we will try to elevate the testis slightly above its normal position يعني المريض متمدد احنا واقفين من جهة اليمين we use our four fingers to hold the testis and gently elevated upward after we elevate the testis upward we wait for a few minutes we will see that the patient will get an exaggeration of pain راح يصرخ المريض من الوجع and this is because we are elevating the testis against the gravity يعني اذا باقي بها شوية دم احنا راح نرجعو so we are increasing the ischemia this is called positive apren sign apren p-r-e-edge-n الـedge ما تنلفظ apren sign positive apren sign means when we elevate a testis with torsion the patient will get an exaggeration of the pain if we can palpate the spermatic cord above the testis طبعا كلش صعبة لانه التستس تكون اصلا elevated upward and the condition is very tender ولهذا المريض حالة يمنعنا but if we can palpate the testis we may feel this knot العقدة اللي بالسpermatic cord we may feel a knot in the cord which is the site of the twisting of the spermatic cord مثل ما قلنا testicular torsion is an emergency condition that requires urgent diagnosis and urgent intervention diagnosis of torsion number one the clinical picture is usually typical of torsion مثل ما قلنا it has a sudden onset of severe pain this will guide us to the diagnosis of testicular torsion if we request a general urine examination it is usually normal because as we said it is a pure testicular condition and it is not associated with a urinary tract or it's not secondary to urinary tract infection but not always urinary examination is normal because there may be two conditions يعني ممكن المريض هو أصلا عنده UTI وصار torsion ف usually general urine is normal النقطة الثالثة بالdiagnosis which is the gold standard of diagnosis and gives us the 100% diagnosis is the Doppler ultrasound of the secretum Doppler ultrasound is a machine that measures the amount of blood and the flow of blood in the organ so when we do a Doppler ultrasound to the affected testis we will find that there is absent blood supply there is absent blood flow in the affected testis or decreased so in acute testicular torsion Doppler will reveal an absent or decreased blood flow in the affected testis so as you see here twisting of the testis and spermatic cord results in ischemia Doppler ultrasound demonstrates decreased or absent blood flow and the clinical feature is acute pain and swelling I will leave here a hour to inform you that time is very important so once you have a diagnosis of acute testicular torsion you have to manage rapidly and I will leave you a minute to learn that the management is surgical management is called orchiopexy pexy meaning tfbit orchiopexy the management is always surgical by exploration of the secretum and detwisting of the twisted testis نفر بالعكس نرجع نتأكد أنه رجع لblood supply صغ refreshment of the testis and we will close the secretum so management of the acute testicular torsion is by surgical orchiopexy بعد أن رجعناها للتستس أثناء العملية لازم نثبت هذه التستس في السكرotal wall ليش؟ لأنه once it occurred it may recare the testicular problem once it occurs in one side it may recare on the same side or in the other side so management first surgical orchiopexy second fixation fixation of the testis in the secretal wall third in a later session we have to fix the other testis also in the same session or in the in a later session if you are operating in an emergency room you will fix the affected testis and give an appointment for fixation of the other side or if you are operating in a non-emergency condition you have to fix both sides one of the complications of torsion is the delayed torsion which will result in gangrene of the testis look at this picture this is an intraoperative picture of a delayed testicular torsion we received the patient after three days of the start of pain as you see the testis is completely dead and gangreneous and this is the twist or the knot in the spermatic cord in this condition unfortunately it ended with orchiectomy because the testis is gangreneous and has no role to be kept in position when you do orchiectomy for a gangreneous torsion you have to fix the other side either in the same session or in a later session but when you need to do orchiectomy you have to fix the other side at the same session in order to prevent the risk of early torsion of the other side is there a role for manual detortion like the management is mainly surgical manual detortion may be tried as a transient measure when you have no rapid approach to surgical theater يجب أن تحضرونه ومن تقدرون تصلون صالة العمليات يجب أن تشتغلونه وتثبتون بوث تستس إلى المنزل السكراطي